أعلنت وزارة التجارة إلغاء 28 وكالة غذائية بسبب مخالفتها للضوابط والتعليمات خلال شهر أيلول الماضي الوزارة في بيان لها أوضحت أنها قامت ببنح 10 وكالات وتدوير 115 وكالة ودمج 44 أخرى واستحداث 4 وكالات وإعادة 9 أخريات دايتنا المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات أو الاستفسارات وذلك لتسهيل عملية توزيع المفردات الغذائية اشتركوا في القناة